انا قلت في الجزء اللي فات انه اللي ايده في المياه مش زي اللي ايده في النار وان المجلس القومي للمرأة ايده في النار طبعا عندكوا شكاوى من النساء اللي بيعتبروا يروحهم ضحايا قوانين الاحوال الشخصية كيف تتعاملوا مع هذا الموضوع؟ حضرتك المجلس طبعا عنده خط الشكاوى بيتلقى شكاوى من خلال التليفون او من خلال توجه للمجلس او من خلال فيه رقم برضو للواتساب بالشكاوى عديدة طبعا اما عنف وده طبعا شكل من اشكال العنف يعني فكرة الوصاية وان الست تحرم من الوصاية على ابنائها ده شكل من اشكال العنف فالسيدات اللي بيتوجهوا للمجلس نتيجة ان الست بتبقى مش قادرة انها تصرف على ولادها الست جزها بيتوفى وتبقى ما عندهاش مورد تصرف من خلاله وبالتالي بتلجأ للمجلس باعتبروا الجهة المنوط بيها او الالية الوطنية اللي الدولة حطها علشان خاطر تقدر انها تتواصل مع السيدات وترفع صوتهم بتساعدوهم مساعدات قانونية طبعا طبعا مكتب الشكاوي هو مبني على عدد من القانونيين المحامين اللي بيتعاونوا مع السيدات بالمجان بيقدروا ان هم يروحوا معهم اسام الشورطة بيقدروا يروحوا معهم النيابة والمحكمة بدون اي اجر دكتورة مايا مرسي كان قالت قريب في احد التصريحات التلفزيونية ان المجلس القومي للمراحة محددات للقوانين الجديدة من ضمنها في مسألة الوصاية الوصاية للام طبعا مش كده؟ طبعا الوصاية للام والحقيقة ما فيش منطق ابدا يقول ان الوصاية كون لأي حد غير الام الام هي اللي اضرب مشاكل ولادها الام هي الحضن والسكن وهي يعني ازاي ان الوصاية بتروح لحد خارج الاسرة ده احنا جوى الاسرة احنا بنختلف يعني الاتنين اللي اخوات الراجل ومراته بيختلف بيبقوا مختلفين او الاتنين اللي اخوات نفسهم بيبقوا مختلفين في القراء وفي التوجهات ازاي ان انا يعني شؤوني الدخلية دي بتقول لشخص اخر هو مختلف معايا طب خليني ابقى يعني اعارض حضرتك عشان بس نخلي المناقشة وان الرجالة بتقول ما له الجد الجد بيحب احفاده الجد فقد ابنه ليه تحرموه من انه يبقى الحق انه يبقى تحرموه من ايه بيدور فلوس اولاء احفاده ايه يا دكتورة رأيكم ايه نحرمو من ايه هو مش بيتحرم من حاجة ما هو وابنه عايش هو كان محروم من هذا الحق بالزبط يعني وابنه موجود كان ابنه هو اللي بيقوم بدا ايه المشكلة ان الام تكمل نفس دور الاب يعني ليه احنا بندور على حد من خارج الاسرة الصغيرة مع كل الاحترام للجد والجدة والمحبة وكل حاجة طبعا الحب والحضن وهم بيكونوا الاقرب والدالة على الاطفال وكل حاجة لكن المسئولية هنا هي مسئولية الام طيب بيقولوا يا دكتورة اصل الستات ما تعرفش تشيل المسئولية يعني هل الستة النهاردة بعد اولا ستة هي يعني بس مبدئيا كده هي شايلة والراجل عايش تمام يعني ستات كتير قوي هي اللي ملقى على عطقها مسئولية الاسرة والولاد حتى والزوج موجود والتفاصيل الصغيرة كلها والكديرة وكل كل حاجة تمام طيب غير كده الستة النهاردة وزيرة وسفيرة ومحامية وإعلامية وبتدير يعني ملفات عديدة هل النهاردة الستة مش قادرة انها تدير هذا الملف الصغير فيما يتعلق بولادها طيب ورباط البيوت عشان برضو هيقولك الله طيب انتو بتقولي الوزيرة والسفيرة طيب رباط البيوت ما تقدرش ورباط البيت ده هما اللي مدورين البيوت ده هما شايلين البيت ده هي اللي شايلة البيت ده ستة البيت اللي هي ربط البيت ده ما عندهاش حتى حاجة تانية تاخدها شوية من مسئوليتها في البيت يعني احنا بنشتغل فبيبقى عندنا مسئوليات متعددة في الشغل وجوه البيت طيب الستة المتفرغة تماما هي ده كل حياتها هي ولادها وبيتها